موسيقى أهلا وسهلا أهلا وسهلا وانتبهوا يعني بكل مقال فيه أكتر من محتل ما نصدق أنه يعني اليوم رمضان ما فيه كذب وما فيه سرقة هلأ بتصير أكتر وهيدي قصة حقيقية صارت ودايما عم ترجع بتصير بأشكال مختلفة انتبهوا الناس بتحكي بقدر ما نحن منفهم وبيصير نصدقون ما تصدقوا أنه هيدا مرأة من حد تكون ملايك أو مرأة مستنير أو تاكسي واحد قرب الفجر بسير بالشارع بسيارته وشايف رجال كبير السن هيكله شعر أبيض ودقم بيضاء قال أكيد هيدا رايح يصلي الفجر قالوا بيخذك يا شيخ بتروح بتصلي بتروح عن مسجد فكان الشيخ الكبير يخبره بأن يتجه لليمين ثم اليسار ثم أدخل من هالشارع اللي جاي يا كده حتى رأى السائق رجل آخر في منتصف الطريق قالوا هيدا كمان يمكن بدو يروح لمطرح فاستأذن الرجل من الشيخ قبل أن يقف للرجل طي خبره بموافقته توقف السائق للرجل وعنده مراكبة قالوا حواصلك بس معليش حواصل بالأول الحج لأنه هيدا طلع حج ودقم ورجال كبير بالعمر بواصلك بس بالأول بواصل الحج وبعدين بواصلك قالوا شا عم بتقول بتواصل الحج أي حج قالوا الحج لحوه قاعد حدك قالوا ما فيه جنبي حج تعجب قالوا الرجل ما فيش جنبك يا قصة أنت مالك تجننت أو شارب حاجها فجنة سيؤقلوا ما هي دقعت حدي وإنه تتنين قالوا لا أنا وحدي هون قالوا بس مين وهي اللي حدي قالوا أنا مالك الموت وجي أقبض لك روحك جي أقبض لك روحك بس بتروح بتصلي لك ركعتين خاف السوية أشوه شو عم بيحكوا هيدا مينو هيدا مينو تارك السيارة وهرب رح خبر الشرطة خبر الناس يا جماعة عشوف أشطار أنا طلعتوا معي وطلعتوا حدتيني هيدا مينو شايفة قال لا هيدا ملك الموت جي يخطفني إذا برحوا بصلي لي ركعتين إجرى البوليس ما لقوا السيارة وما لقوا حدا اتنين متفقين بأميركا صارت كتير حيال هيك وسريقات كتير وللأسف شايفوا أنه معظمهم عرب اللي عملوها لأنه منقرأ قصص هيك عم نشوفه حد تليفزيونيه ونرجع منركبه فأسن دايما انتبهوا ما شفت رجال يعني هاتو شيخ ومرشد أو هاتو قديس بتصدي بتأكد لأنه عم بتصير كتير يا أشبه الرجال والنساء بتفكروا هيدا المسيح شكله بيطلع يوضاس بتفكروا الديس وطاهر بيطلع حرامة بتأمن له على بيتك بتطلع بيطلع يسرق البيت سرق ولادك سرق لك مرتك معلشه بس اش عم بيعمل بالولاد نعم عصابة موجودة وين ما كان بيتهموا العرب لأن احنا هلأ مدعس يعني بكل العالم نحنا الممسحة بسببنا نحنا تركنا النبي والحقنا الغبة نحنا فهمنا رمضان مرضان نكبت كل النهار وعشية منفلط على الأكل كل الليل ومنروح على المستشفيات ومناخد أدوية وعمليات ويلا المرضان بزيد عم نخدم أصحاب السلاح شلنا السلام عليكم وحطينا السلاح عليكم ونحنا السبب ونحنا السبب بيكبر الدماغ عنده بيصير إعجل وتوكل شو بده يعمل طبيب للحيونات طبيب للبشر رسام بيرقص بيغني بهالوقت بهالعشر سنين مأمن كل شي بده يعمل مادياً معنوية والحياة رح تكون مادياً كتير بسيطة عندنا مي وعندنا بيت وعندنا شجر وعندنا الناس يلي بده تزرع وتأكل وتعيش هالجامعة نعم بيجوا من بره نعم لأنه نحابين يعيشوا معنا بلبنان متما نحنا بنعيش معهم بروسية بالهند بأمريكا بأستراليا بإنزويلا بيجوا بيقضوا وقت هون بيصير هاللبناني أو هالعربي إذا إجي عرب بيتعلموا شو يعني مدرسة البدو وين درس المسيح وين درس محمد وين درس علي بناجئوا هالبلاغة وهالسر بيخلقوا فيه بترجع الحياة بتعلمنا الطبيعة الشجرة لبسين النمل الكرب كلها الطبيعة بتعلمك لأنك بترجع بتتذكر أنا كنت هونيك أنا كنت بمملكة الماء أنا كنت بمملكة النبات وبمملكة الحيوان وحطها السر فيي أنا سيد كل هالكائنات وأنا خارم الحرمين فإذا هالولادة اللي بدها تجي تفهم هالسر هيدا ولد منهم يعني هني عملوها ضحكة ومزحة بس هي منا هيك هي حقيقة التلميذ قال لي أنا بحس أني أنا أزكى كتير من غيري ما بدي تحطوني بهالصف حطوني فوق هيك جبران وقت لإجاء على لبنان قالوا أنا ما بدي أقعد أمرك 11 سنة بدك تقعي فوق ولو شؤنة عصفور قالوا لأ أنا نسر تفهموا علي أنا كبير مني بالجسد يعني وهيك جبران درس بمدرسة الحكمة اللغة العربية ورجع على أمريكا وعرف أنه ما له حياة بلبنان لأنه حط الحرية وكتاب النبي لحد الآن ممنوع يعني بقومة العرب وهو إذن شهر من وراء كتاب النبي كتاب المسيح الحقيقي دم السياة قال لي ما بدي أنا بتحطيني هونيك بناء على ذلك طلب هالتلميذ أنه يروح لعن مدير المدرسة الذي قرر بدوره إخضاع التلميذ لامتحان ليختبر قدراتي ووافق التلميذ على ذلك قال له أنا المدير وأنا اللي بدي أعمل لك فحص مش بس لمعلمي طبعا قال له أنا مستعد المدير داش تليتي بأربعة قال له تناعش حضرة المدير ستة مع ستة ستة وثلاثين شو عاصمة اليابان توكيو استمر المدير لأكتر من نص صيعة يطرح الأسئلة والتلميذ لم يغطئ بأي سؤال والأسئلة اللي سألها غريبة عجيبة أسئلة عن رؤساء جمهوريات أسئلة عن أشياء ألوى من ألوف السنين ومئات السنين وألوى اليوم تاريخه تعجبوا بعدين قالت له المعلمة هاتي أسألها لأ أنا حسنا قل لي ما هو الشيء الذي يتواجد منه أربعة عند البقرة واتنين عند أنا الأرجل حضرت معلمة ضيف صحيح ماذا نجد في بنطالك وليس موجودا في بنطي بنطالون قال له جايبة المعلمة أين يتواجد الشعر المجعد لدى النساء في أفريقيا ما هو الشيء اللين على أيدي النساء يصبحوا قاسيا فتح المدير عنا أشعر تقول ألا ألا المينيكور ماذا يوجد لدى النساء والرجال في وسط الأرجل تعجبنا معلمة ألا الركبة رائع قل لي إذن ما هو الشيء الذي يتواجد لدى المرأة المتزوجة أوسع من المرأة العزباء السرير لم يصدق المدير ما يسمعه المعلمة ما هي المنطقة في جسمي الأكثر رطوبة اللسان عند هذا الحد قرر المدير وضع حد لها الاختبار وقال له للتلميس سوف أرسلك للجامعة مش للسنوية حتى أنا أخطأت بجميع الإجابات العبرة كلما تقدمنا بالعمر كلما أصبحنا النسي الزم شو السبب لأنه عم نقضي عمرنا بالكبت إن الكبت إجا الفلت كنتي فلتة وصرتي فلتة أو كنتي فلتة وصرتي فلتة أنت لك الخيار قد ما عنا كبت كلنا بس نسمع أبو العبد والحمصة وأبو السطيف هلأ عالم أبدان وأديان بشيلة كنا إذا بدنا نقول إجرك بنقول أجلك إجري كنا إذا بدنا نقعد الأمريكاني بيعود وبيمد إجري للمدير بحطه نايك على العالم ما حدا بيقول له شيء بس إذا واحد عربي قاعد ومرتاح وما دي تجري ضب إجريك ولي بلا أهل غير بلا تهزيم ضبه أجلك إجري أجلك حتى إذا بدنا نقول كلمة أنا أجلك أنا الله ينجينا من كلمة أنا عنا خوف وهالخوف إجا من الجهل كلمة أنا 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 نحن نحن نفهمها أنانية أو أنانية أو استكبار أو إيغو أو استغفار أو نواية كل كلمة وإلى ألف معنى ومعنى وتسألوا سؤال للإمام علي قال له لو سألتوني ألف سؤال بأعطيكم ألف جواب ولو سألتوني ألف سؤال نفس السؤال بأعطيكم ألف جواب وجواب ومختلفين لأنه نبأ هو المحيط أنا النقطة بس هالنقطة فيه جزء من هالمحيط وأنا النقطة ومن النقطة أجيت الألاف كلنا عنا هالفكرة يلي دايما جده أفهم والختيار دايما أفهم ولكن ما تنسى أنه فيه ناس ختيارية وعجزة وعاشوا كل حياتهم ما عندهم الفهم ما عندهم العلم قالوا عمرك 80 سنة ومن النقطة عيشون وهذا عمره 3 سنة بس يجوع بيأكل بس ينعس بنهم بس يتعب بيرتاح بس بيغفر وبس يعطاش بيشرى لما هم تعرفون أو لما هم تعيشون هادي عبرة وشو ما بدكم نسموها آية عبرة ولكن هلا في اجتماع عم بيشوفوا كيف فين يعيشوها ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه وبينك عداوة كأنه ولي حميل المسيح قال أكرم أباءك وبعدين أحب أعداءكم مباركوا لعيديكم كل مستنير بيقول اليوم هيدا عدو مثل الشمعة هيدا بتحرق لي إيدي بس إذا في عتمة بتضويل العتمة بس بدي معلم بدي أمة تقلي الطفل بس يجيطة يحط إيده هون بتتركه يقربها بعدين رح تركيه تركيه يحتري بيعمل إيده هون إذا تضربطيه بس ما تكوني رح يرجع يحط تصبحه تركيه خلي قري يقولي أنت حدو مامي مامي إذا قربت أكتر لا مش إن هيك وقت بيشوف بيو عم بيدخين بيروح بيو بيترك السيجارة إنهو صار رجال ابنة عمره تسع سنين قالت له بس بدك تدخن إلي ماما قال لها تركتها من سنتي أنا بي كان عنده أربع ولاد بس يجي بيو أمي تعمل لها إنه إجا بيك يطفية إنه من بيب بس شو عمل بهالاحترام هيدا منه احترام هيدا جاي قديش عم بتموت ناس هلأ بسبب سرطان الدخان منكتب فيها سرطان بخط صغير بس منحط بني يا لطيف كله أغراءات وحط الصيجارة عمين عم نكذوب عمين عم ندحاك صرنا سلعة في سبيل السلاح بس للأتل للدمار فيك تغيرهم لا أنا حط ورقة على البيب اللي بيجي لعندي السلولير ما فيه الدخان ما فيه سؤالات سخيفة ما فيه حركاته تقوم وتفوت طالي على الحمام ما فيه بس واحد عم بيحكي بتسكت السمع وكله وصار يعرفه بجيين تحضروا حضرة مش تحضروا زيارة مشان هيك بيعرف اللي بيجي لعندي مرة اثنين اثنين بيينكب ما بعود بيبعث لإيميل بكبه فيني اجي ادرس عندي فيني اتعلم مني أنا بحبكون من أتباعي ما بدي خوريف وانا مني راعي انا من الفان تبعيك انه من الجماهير هاي دي كلها كلمات سخيفة ميتة لانك انت ميت تحب تكون قطيع خروف ماشي ورا الاعداد والجماهير والمشهير مشان هيك مجلاتنا العربية كلها منحطة ما فيه ولا مجلة او اذا ما تحكي سياسي واقتصاد متل حديث سياسي ماشي ما فيك تقرأ ولا اي عربية ولا اي كتاب كلهم اذا بتشوفوا تمرقوا بشوارع بيروت هلا انا بستوديو وبشوارعنا تحت استوديو السيارات عالعيلي عم بتغني زممير عالعيلي موسيقى صاخبة كلها عملها سودا ليلة نهار وحفريات واللي بدك ايه هايدي ممنوعة بكل امة هالكرة الارضية اللي عند العرب السبب ليه ما عنا قانون ما عنا اخلاق بخالفوا الطريق اذا بنت بمرئة البوليس تبع حطع وينات هيك وسيجارة وسلولير وعم تعمل ميك اف السيارة مخالفة ايش وقفت عليا يعني ما حالا في يعطيكي اخلاق اخلاقك موجودة فيك انت اذا احترمت حالك احترمت اخرتك وقبرك وسعت ايه واذا بزأت وكبأت زبالي هيك كان انت انت بقبرك بدا تكون احضروا فيلم فلات لاينر اذا بزأت هيك على وجه امك الارض ما بترحمك الارض ابدا عندها عدل شوفوا هالاختبار اللي عملوه على السعدين في وسط مجموعة من العلماء وضعوا خمس ارود في قفص واحد وحطوا سلوا وعلى السلوا حطوا افص فيه موز في كل مرة بيطلع احد القروض تايخد الموز بيرش العلماء على باقي القروض ماء فعها طلع هاي تايخد موز رشوا مائها عها مش علاه هو هلأ منشوف اذا فيه تجاوب بين هالسعدين مثل ما فيه تجاوب بين البشر بعد فترة بسيطة اصبح تلق ردوية اللي عطي اخد الموز بيقوم الباقيين بيبنعو بيضربو يخيب نرش علينا مائك انت طالع تاخد موز صار يقدروا يحكوا مع بعضهم بلغطوا حسوا تغير هداك طلع التاني طلع التالي طلع الرابع طلع الخامس ناغموا مع بعضهم اللي بيطلع من هات ياخد ماز بيبنرش علينا ما يمسع هلا شو عنده هالعلماء شالوا كلها لقرود ويجابوا قرود جديدة طلع اول قرود صرخ الاربعة نزال شدوا فيه هلا بيرش علينا ماء اذا الطبيعة عم تتناغم مع بعضا نحنا كمان اذا واحد زمر هاك والتاني زت زبالي والتالي زت عن البلكون وهيديك عم بيدخن وهيدا عم بيخد خمرة ومخدرات وهيدا عم بيسرق وهيدا عم بيكذب وهيدا سياسة وهيدا علم دين ورجل دين وهيدا بسببنا ما تكون سلعة بييد العلماء ولا بييد اي رجل دين واي سياسة ولا امك ولا بيك ولا اختك ولا حدا استفتك ولو افتوك فرادا اتيتهم فرادا تعيشون وفرادا ترحلون بعدنا لليوم مجازر صبر با صبره وشتيلا وستن ميشيل برا مطرح ما صار فيه مجازر بالحروب بعدها اكتر شي طاقة سودها وكل طفل بيخلق بهالمطارح اللي صار فيها مجازر بيجي كمان جزار للبشر بدنا نغير نوينا انما الاعمال وبالنيات يوميا ربع ساعة كل سبعة الصبح وسبعة المساء تحطوا حول الكرة الأرضية طاقة بيضة طاقة نور يا عم السلام في الأرض مرتين بالنهار كمان مش بس حول الأرض للحكام التلاتي اللي ببلدك بتعرفون او ما بتعرفون هيدا لبنان وراس الهرم واتنان اللي تحتوا خلي يطلع منك هالنور عم تعملها لنفسك مش بس للبنان ولا الكرة الأرضية ما في إلا النواية اللي بدأ تلطف بالأجواب نحن نملك القرار لما أن نصبح قردي ويتهم فينا يضربونا او نبدأ بالصعود إلى السلم بالصمت فيك تطلع بالصمت مطرح ما بدأ الإنجليز بيستل أنو دات I am God أو Godliness إله هي كل واحد منا مش أقل من أي مستنير كلنا نور من نور إله من إله بس بدي احترم هالنفس واحترم هالذات وهالروح وتأكد من احترام ري سبكترم يعني شنات بالصلاة أكيد سجود بالمسيحية بتصلب إليك عوجها بتفتح المقامات بتوقف على الميزان صلة على الصليب ما فيه تطرف هون وهم ساعتها أي نية بتعملها بتتحقها بس بدي بلش احترمها وساحترمت نفسي احترمت كل نفس لأنه أنت أنا ما بسكت عن حق لأنه هدا حقك كمان هاته واحد من سورية كلنا من حبها احطلك هالصورة فراس فراس عبود عرف إنه الكمبيوتر هالانترنت وهاي كله طبشط العقل ما بقى عنا عقل ما عنا دماغ ما عم نفكر صبنا متل هالو قرود بيرش علينا رش ودش وغش وهش صبنا هيك من أسر عبناتنا كلهم صاروا متل ما عم تشوفوا عم الزنا كله بسببنا ما بقى لقيمة بنتك إلا إذا كانت ما عم تشتغلوا حلوة كتير هي هون بالإنجليزي بس قد ما عجبتني وكلنا بتعجبنا الحقيقة بيقول معك حق للمرشد لازم التقى بمحمد بمسيح ببودة رابعة الحلاج بس كيف بدي التقى فيهم ما أنا عميك كيف بدي لقي واحد بيقشع يلو بدي يكون أول شيء إلك ثقة بنفسك اوتنتيسيتي إذا إلك ثقة بهالنفس وسقة باللي عطاك هالنفس ويلي عطاك هالنفس ويلي عطاك هالوجود فإذا رح يدلك على الموجود وتشوف المفقود بالموجود كيف إجيت هالناس كلها لعند الحبيب كيف شفوه كيف عرفوه كيف كانوا يستشيروه بوصغير بعده شاب اختلفوا على الحجر قالوا نال اللي بيفوت من استشيره شاب بالعشرين بدي يقرر عن حجر الكعبة أنا بحمل الحجر لأ أنا لأ أنا لأ شيء اللعبية قالوا حطوا حجر بهالعبية أنت حملها من هون وأنت من هون بتكونوا أربعة تكون رفعتوا لحجر منين شافوا هالحكم كيف شافوها ستنا حليم السعدية عرفين ما حدا أخده حليم السعدية بقى فقيرة وجوزة في اللاع قالت له في شيء بدي أقول لك قال لأ جوزة نتبه ما تمدي يديك على الولد عنده سر كبير كيف قدروا يشوفوه نعم شافوا أسرار فيه رهب بحيرة قالوا من معا ولو بنخيه قالوا لأ هي مش ولد صغير نتبه عليه من اليهود ترافقوا هالغيمة محمد ما بده شعارات هاي دي كرميل نعطيونا هالإشارات هو جايبة معه مش بس بجسده وبأفكاره نعم بترافقوا هالغيوم وهالناس وحكيوا عنه قبله بعد تيقلك إنه ما أنا إلا بشر مثلكم وإنت مثلي وأكتر فإذا من ألفين سنة إلى اليوم ما في مسيح من ألف وستمائة سنة إلى اليوم ما في محمد ما في علي ما في إجوا مستنرين سمينيهم صوفيين أو مستنير أو رابعة أو الحلاج بس ما بنسترجل لأكتر من هيك والحبيب قال له لو ما في علي ما في طلع بغير وقال له إنه مثلي الخلق بالخليقة ورأسه وشو بدون يحكوا كلهم عرفوا شيفوا إشارات وقالوا إذا بدنا نقلكوا شو شفنا قالوا القليل وشايفوا القليل والكتير وشوفوا دعاء الطائف يعني فإذا ما بدك تعرف إنك يا الله إذا ما إلك سئة ما رح تتعرف على أي مرشد بس إذا لك سئة بنفسك إلك سئة إنه الله بدي يعطيك مرشد تتعرف عليه أنا هالقليل اللي بعرفه هالأنا الصغيرة اللي فيي والكبيرة بعرفه من أول ما قال لي الطبيب أنت مثل أمك بتعيش جمعة اتنين أو بتموت إذا ما عملتلك عملية تنين جمعة السبت بتموت وأنا كنت عمري سبعة عشر سنة خدت أمي لعند الطبيب وهيك قال لها عملت عملية الخميس تاني سبت كانت بالقبر ورجعت أنا لحمارة مع احترامنا دايما لحمارة رحت لعن نفس الطبيب قلت له ودي لك سر اللي أنت مثل أمك قلت له هاي ورمي هاي متل أمي قال لي إيه والرقة مضروبة قال لي باي أنت مثل أمك عملية بسرعة هيك إيش هفكر قال لي شو عال الله قلت له إذا كنت موجود يعني كي تتخذني أنا تنين وثلاثين أمي سبعة واربعين أمه 68 عائلة أمي كلهم سرطان شو سبب هيدا من الله لا مش من الله تقولوا لباي أنا لا أنت باي ولا أمي أمي أبديكم في شي تاني وقت بتكون حاضر بتحضر الحضرة تعشيت عند رجل دين راهب قلتوني قال لي بيك شي قلت له أخذني تاني يوم جبت كتاب ومن وقتها الكتاب خير جليس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا